وشدد مدبولي على رفض مصر التام لاستهداف المدنيين ومنازلهم والمؤسسات المدنية من المستشفيات والمدارس وضر العبادة من المساجد والكنائس والتي تتمتع بحماية دولية هذا وأشار مدبولي إلى أن تحركات الدولة المصرية شملت كافة المستويات السياسية والديبلوماسية لوقف إطلاق النار مصر طرف التماما استهداف المدنيين الأبرياء ومنازلهم والمؤسسات المدنية والتدمير اللي بيحصل لمستشفيات ومدارس ودور عبادة مساجد وكنائس واللي بتتمتع بحماية دولية وفقاً للقانون الدولي الإنساني كما أكدت مصر رفضها لسياسة العقاب الجماعي اللي بتفرضها إسرائيل في كل مكان في اقتعاز وفي هذا السياق أود أن أشير إلى أن تحركات الدولة شملت كافة المستويات السياسية والديبلوماسية لوقف إطلاق النار حيث يتم التنصيق على مدار الساعة مش هقول على مدار اليوم مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوضع سبل حل هذه الأزمة ووقف التصعيد في الأرض الفلسطينية وذلك من خلال لقاءات عديدة جداً وطبعاً سيادة الرئيس كان له النصيب الأكبر من لقاءات واتصالات مكسفة حرس كبار قادة العالم على إجراءها مع فخامة الرئيس ترجمة نانسي قنقر